اهلا ومرحبا بكم اعزائي طلبات وطالبات التعليم الثانوي الفني الفندقي ومع ساعة جديدة من التعليم الفندقي للصف الثاني الثانوي ومادة فن الخدمة تكلمنا مع بداية الترمي بتاعنا عن مادة فن الخدمة وقلنا ليه هي فن واتكلمنا ان اي حاجة يتقال عليها فن تبقى اكيد حاجة قمة الروع وقمة الجمال نفس الكلام شغلانتنا دي مهنتنا دي مادتنا دي قمة الروعة والجمال تكلمنا في صلب مادتنا دي عن في بداية المنهج تكلمنا عن طرق التنظيف طرق التعقيم الأدوات في المنشآت الصغيرة وفي المنشآت الكبيرة تكلمنا كمان عن التحضيرات اللي بيحتاجها المكان أسبوعيا ويوميا من تجهيز لاستقبال العملاء تكلمنا كمان في الحلقة اللي فاتت بالتحديد عن الهيكل الوظيفي أو الهيكل التنظيمي لإدارة الأغذية والمشروبات اللي هي تعد من أهم إدارات الفندق طبعا قلنا قبل كده أن كل إدارات الفندق مهمة ولكن عندي إدارات ربحية وإدارات غير ربحية عندي إدارة زي الهندسة والصيانة إدارة الهاوسكيبنج إدارة الأمن إدارات كدير غير ربحية يعني لا تدر فلوس ما بتدخلش فلوس للفندق بتاعي ولكن وجودها قمة الأهمية والضرورة لكن إدارة الأغذية والمشروبات تختلف إنها برغم يعني بجانب أهميتها إلا إنها كمان بتدخل فلوس يعني مش مجرد مهمة بس لدي كمان إدارة ربحية بتجيب لي فلوس بتجيب أرصدة بتجيب أرباح للفندق وبالتالي هي من أقوى وأهم الإدارات اتكلمنا عن الهيكل التنظيمي للعاملين بالإدارة دي وبدأنا بمدير إدارة الأغذية والمشروبات اتكلمنا كمان عن من ينوب عنه الأسست أو مساعد مدير الأغذية والمشروبات اتكلمنا كمان عن شخصية مهمة جدا وهي الهوستس المضيفة المضيفة اتكلمنا عن مدى ضرورة البوزيشن ده أو ضرورة الوزيفة دي داخل الإدارة لأنه بيقع عليها عاطق استقبال العميل هتقول لي هو استقبال العميل مشكلة يعني آه طبعا مشكلة هي زي فلتر الهوستس دي أو المضيفة دي تعتبر فلتر العميل بيعد منه لو عد منه رايق ومبتسم ومبسوط يبقى هي كده ادت له عنوان المكان إن المكان ده هتكون مبسوط فيه لو استفزته أو عصبته أو ديئته خلاص هو كده ما بقيتش نجحة في وظيفتها ومكانها غير جديدة به وبالتالي الهوستس هي من أخطر وأهم الوظيفة الموجودة داخل إدارة الأغذية والمشروبات هنتكلم النهاردة بقى بقيت البوزيشن أو بقيت الوظيف اللي موجودة داخل إدارة الأغذية والمشروبات والوظيفة اللي تلي أو بعد الهوستس أو المضيفة وهي الكابتن أو بيطلق عليه في الكتاب الدراسي رئيس الصف أو بيطلق عليه في المجال الفندقي قديما رئيس الصف لكن النهاردة ما حدش بيقول رئيس الصف هي اسمها كابتن مهمة الكابتن ده إيه؟ نيجي نستعرض مع بعض دلوقتي بيقوم بالإشراف على نظافة ومظهر العاملين كمان بيشرف على نظافة المكان والمعدات يعني إيه الكلام ده؟ الكابتن بيشرف على نظافة ومظهر العاملين اللي تحت دارته يعني العاملين جوه الإدارة كتير جدا لكن هو تحت إيده مجموعة من الأفراد وهنتعرف عليهم بعد كده زي الويتر، زي الباسبوي اللي هم المساعدين ليه ولي بيشتغلوا تحت إدارته كل كابتن في المطعم بيبقى مسؤول أو في الإدارة بيبقى مسؤول عن عدد من الترابيزات ولا يكن مثلا كل كابتن مسؤول عن خمس ترابيزات، ستة ترابيزات، عشر ترابيزات حسب التوزيع بتاعت الشغل بيبقى تحت ايده عدد من الويتر تحت ايده اتنين ويتر تلاتة ويتر اتنين باس باي العدد اللي تحت ايده ده هو مسؤول عن نظفتهم ومظهرهم هتقولي طب ما احنا قلنا في الاول خالص المدير نفسه الكبير بيشرف على النظافة العامة للناس اللي وقفة دي ده بيرجع يشرف عليهم تاني؟ اه طبعا بيرجع يشرف عليهم تاني لان احيانا بيحصل كده بعض التركات ان حد من العملاء من العاملين بيحاول يتهرب من المدير الكبير علشان ما ياخدش باله منه او ما لاحظوش ويقولك بقى المدير الصغير بتاعي اللي هو الكابتن هيعديها ماينفعش لان الاخطر ناس بتتعامل اللي بتعاملوا عالطرابيزة مباشرة اللي هم منهم للعميل دايريكت فبالتالي الكابتن الناس اللي بتشتغل حواليه دي هم واجهة هم اللي بيساعدوه هم اللي واقفين في ظهره فلازم يكون دايما بيشرف على الاستايلات بتاعتهم وشكلهم والنظافة بتاعتهم لليونيفورم والشعر الى اخره من النظافة الشخصية كمان بيتابع نظافة المكان والمعدات الادوات اللي هيشتغل بيها مسؤول عن ستة طرابيزات طيب الستة طرابيزات دول عليهم شوك وسككين وطباق ومعالي عليها فوط اللي هي الجسد نبكن اللي بتتحط فوق الطبق كل دا لازم يكون متأكد ان هو على اعلى جودة قمة النظافة قمة التلميع الحاجات قدامه ما فيهاش غلطة ماينفعش العميل يعد وعلى بالما الاكل ييجي يكتشف ان السكينة اللي محطوطها قدامه مش نظيفة او فيها بقعة هيضطر طبعا ساعتها هو لسه مكلش اصلا واذي العنوان او الجواب بينه هو من عنوانه فلازم الكابتن يكون مسؤول كمان عن نظافة الادوات كذلك المكان اللي هو مسؤول عنه مسؤول عن خمس طرابيزات في الكورنر دا يبقى الخمس طرابيزات دول ما يحيط بيهم طرابيزات كراسي الارضية المحيطة بيهم تكون قمة النظافة من مهامه كمان توزيع الويتر على الموائد والاشراف على سير العمل وحل المشاكل في حالة عدم وجود المدير او المضيفة تعالى نركز في الكلام دا هو قالك في الاول توزيع الويتر على الموائد الويتر لسه قالين ان هم الناس اللي بيشتغلوا تحت ايده وهو معه ستة طرابيزات فمعه مثلا للستة طرابيزات دول معه سري ويتر معه تلات ويتر تلاتة ويتر يبقى كل ويتر معه كم معه طرابيزتين بيبقى واقف قريب من طرابيزتين عشان يشوف طلباتهم واحتياجاتهم كمان بيشرف على سير العمل الشغل ماشي ازاي هل في تأخير في تنفيذ الارضرات هل الويتر اللي بيروح علشان يجيب له حاجة من البار او من الباسبوي اللي واقف في الكيتشن عشان يتناول منه طبق هل بيتأخر عليه هل بيتابع نظام العمل ويسير العمل واحتياجات العملاء اللي قاعدين كذلك بيحل المشاكل في حالة عدم وجود المدير او المضيفة خبالك بقى هنا رجعنا تاني لاهمية المضيفة هي بتنوب او تحت المديرة على طول في حل المشاكل انا كابتن ومسؤول عن ستة طرابيزات وحصلت مشكلة على طرابيزة من الطرابيزات والشخص العميل اللي موجود ده خلاص بقى اعترض ومتدايق وبدأ يخرج عن شعوره فهنا في مشكلة حصلت ولازم تتحل اول شخص بيقوم بحل المشكلة دي هو مدير المكان كله تحت مدير المكان لو مش موجود او مشغول بحاجة تانية المضيفة طب المضيفة كمان مش موجودة او موجودة بس معاها شغل تاني بتستقبل عميل الكابتن هنا مهمته ان هو يحل المشكلة دي او يتدخل لحل المشكلة دي تمام النقطة اللي بعد كده بتقول الرقابة على اعادة المأكولات الخاصة بالبوفيه الى المطبخ يعني المطعم في بوفيه والبوفيه خلاص انتهت واجبة الغداء انتهت واجبة العاشة ايا كانت الوجبة اللي محتوط فيها الBeوفيه والناس كلها كلت خلص وفيه فيل سافن ديش او الشافن ديش اللي هو محتوط على البوفيه اللي هو بتحط فيه الاكل فيه اكل لسه مبقي محدش جاي جنبه وما تلمسش مهمته ان هو بيقوم هو بقية الكابتن اللي موجودين بالاشراف ان الاكل ده يرجع الكيتشن تاني أو يرجع للمطبخ تاني هو لازال أكل سليم ومنضيف محدش لمسه وبالتالي بيرجع للمطبخ تاني عشان يتم عملية إعادة تدوير يعني يتم تشغيله مرة أخرى نقطة لبعد كده معرفة أساسيات التعامل مع الحرائق والسلامة في محيط العمل يعني لازم الكابتن اللي يكون موجود ده يكون عنده خلفية واسعة جدا عن أساسيات التعامل مع الحرائق يعني لو قدر الله لما كان حصلت في حريقة يقدر يتصرف إزاي ويقدر يخلي المكان إزاي ويحافظ على أرواح العملاء وأرواح الزملاء وأرواحه كمان وأرواحهم هم الكابتن نفسهم بعد كده عندي المضيف أو المضيفة اللي هم لسه قيلين عليهم الويتر طبعا المضيفة اللي هنتكلم عنها دي غير المضيفة اللي هي مسؤولة عن الاستقبال بس المضيفة المسؤولة عن الاستقبال حاجة والمضيفة اللي هي الويترس البنت اللي بتقدم أردارات أو طلبات دي وظيفة تانية دي بتبقى تحت الكابتن اللي لسه متكلمين عنه من شوية ايه مهمة الناس دي تنظيف مناضد الخدمة وترتيب الكوفير الخاص بها بينظفوا الترابيزات اللي بيتحط عليها الاسبير او الاضافات من شوك سكاكين معالي اطباق فوط الى اخره بينظفوها دايما بيتابعوا ان الحاجات دي مرصوصة رصة نظيفة وكويسة بيقوموا كمان بملء جميع الزجاجات بالتوابل يعني الزجاجات بتاعة التوابل من ملح فلفل بهارات ايا كان نوع التوابل بيقوموا دايما بمتبعتها يعني معروف او في ستاندر الخدمة وده هنتعرف عليه دلوقتي واحنا بنشتغل ان العميل لما بيخلص اكل خلص الطبق الرئيسي اللي هو اللي كان فيه لحوم او فراخ او ايا كان خلصه وبعد كده المفترض ان هو هياخد ديزرت او هيحسب ويمشي هياخد حلو يعني او هيحسب ويمشي بمجرد ما الطبق الرئيسي خلص ستاندر الشغل بيقولك انك ترفع الملح والفلفل اي تربيزة بيبقى عليها سنتر بيسس ادوات ثابتة من الادوات الثابتة دي اسمها ايه؟ ملح وفلفل فيقولك ارفع الملح والفلفل شيل الملح والفلفل وحط مكانهم توسبيكس اللي هيخلة السنان بمجرد ما الطبق الرئيسي ينتهي تمام؟ وفي اماكن تانية تقولك لا هم ادوات ثابتة خليهم موجودين على طول بس طبعا مش من البروتوكول اننا يبكون موجود ملح وفلفل على الطربيزة اثناء ما قدامي ديزرت حلو فمش متنسقة ولكن في اماكن بتسيبها زي ما قلنا المهنة بتاعتنا ليها ستاندر ليها سوابت وليها متغيرات ده مقبول وده مقبول في حدود الاتيكيت والبروتوكول بتاع المهنة وبالتالي في حالة ما بعد كل وجبة برفع الملح والفلفل بيقوم المضيف والمضيفة بغسلهم من برة وتنظيفهم من برة وفي نفس الوقت اعادة مليهم لان اكيد العميل اللي كان قاعد على الطربيزة استخدم الملح والفلفل وبالتالي بيتم اعادة مليهم وقشرنا قبل كده ان احنا لازم بنضيف حبات من الرز جوه التوابل عشان تحافظ على منع الرطوبة وان الاتوابل اللي جوه دي ما تعجنش في بعضها وتعمل زي كور وفي نفس الوقت لما اجي استخدمها ينزل بسهولة من الملاحة او الفلفل النقطة اللي بعد كده ملق جميع زجاجات التوابل دي قلناها تجهيز دولاب حفظ الفضيات دولاب حفظ الفضيات ده عبارة عن دولاب بيتحط فيه الادوات الفضية شوك سككين معالق الى اخره فبيتم تجهيزه تجهيزه يعني اخليه دايما على قوة الاستعداد يعني مليان شوك سككين معالق دايما بحافظ على الحتة دي علشان ممكن يحصل معايا راشتايم ضغط شغلي ففي ضغط الشغل ده ما عنديش شوك وسككين ومعالق في دولاب الخدمة بتاعي فهضطر ايه ساعتها؟ هضطر ان انا انتظر على بال مالستيور المسؤول عن النظافة واللي هايجي يذكره بدلوقتي بعد شوية ينظف ويخسل الحاجة وتبتدي تدخل للتلميع وابتدي افرشها على التربيزة طبعا ده عائق كبير جدا ويعوق سير العمل وبالتالي لازم يكون عندي دولاب موجود جواه كل انواع الشوك والسككين والمعالق الفضة لان كمان هي عليها استهلاك كبير لان وارد جدا انها تقع اصلا من غير ما يستخدمها العميل طفل موجود على التربيزة فيوقعهم طبعا ما ينفعش هجيبها من على الارض حطها للعميل من تاني ما ينفعش وبالتالي يبشرهم خالص وبتدي اخذ من فين من دولاب الخدمة بتاعي بعد كده اخذ الارضرات من المطبخ وارسالها للمطبخ آآ 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 آ دول يقطع واحدة منهم يديها المين للمضيف اللي احنا لسه بنتكلم عنه علشان المضيف ياخدها ويوصل لحد الكيتشن ويديها للباس بوي اللي واقف عشان الباس بوي بدوره يديها المين للشيف هتقولي طب هو ليه ما ياخدهاش ويدخل بيها المطبخ على طول يديها للشيف لا الويتر متواجد على الترابيزة مع الكابتن المضيف ده او المضيفة موجودة على طول على الترابيزة مع الكابتن فدخوله المطبخ ممكن يعرضه للتعرق يعرق دخوله وخرجه الكتير من المطبخ يعني كمان لبسه هدومه اللي لبسها دي ممكن تلقط ريحة الاكل لو فيه مشويات لو فيه اسماك ريحته تلقط يعني لبسه يلقط ريحة الاكل وبالتالي هو واقف على الترابيزة ده شيء مش محبب نهائي ان يطلع منه ريحة اكل وبالتالي هو بيتجنب دايما يقولك الكابتن ويلويتر اللي دايما بيتعامله مع الترابيزة ومع العميل مباشرة يتم تجنب دخولهم الكتير وبالتالي بيبقى واقف باسبوي اللي هو لسه هنتكلم عنه بقى ده بوزيشن صغير بقى تحت الويتر خبراته لسه مش قوية قوي فبيقف على الباب الكيتشن على المطبخ يجيب الاكل من المطبخ ويتديلي الويتر ده لو ريحته بقى يتأكل مش مش مشكلة لان هما بيتعامل مع العميل مباشرة والويتر بيتديله الاوردر علشان يتنفذ فين في المطبخ كمان ضرورة قولنا قبل كده ضرورة كتابة التايم الساعة اللي اتاخد فيها الاوردر لازم تتكتب على الاوردر كمان مراجعة الاوردرات قبل التقديم يعني المفترض ان الويتر ما يكونش نقدر نقول ابسط لك المثال وهتلاقي مصطرح اللي انا هقوله لك ده مصطلح فندوقي ما يبقاش مجرد شيال حد بيشيل الطبق وخلاص يعني الويتر يدخل يروح يجيب الطبق فيشيله زي ما هو كده من غير ما يبص فيه ما ينفعش ممكن جدا الكيتشن مش هنقول اهمال من الكيتشن لا ولكن ممكن يكون راش تايم ضغط شغل جدا على المطبخ وبالتالي يبقى فيه عجالة ففي العجالة دي الجرنتير او الجرنش بتاعة الطبق التزويقة بتاعة الطبق شكلاوحش جدا رديئة اي حاجة كده محطوطة وخلاص او الطبق بارد هو مفترض اوردر سخن بس طالع بارد استعجل شاف او عمله من بدري ونسي يبلغ عنه من ضغط الشغل فالاوردر ما ينفعش ياخد الاوردر وينزل بيه دايريكت لازم يبص يتأكد ان الطبق لو طبق سخن بيطلع بخاره سخن جدا الجرنتير او الجرنش بتاعه شيك جدا الطبق نفسه نضيف من جميع الجوانب مفهوش صوص مدلوق يمين او شمال ويبقى شكل الطبق مظهر وجميل فلازم يقوم بمراجعة الوردرات قبل ما تتقدم او قبل ما ينزلها للعميل كمان يتأكد من تقديم الخبز والزبدة قلنا قبل كده واتكلمنا في النقطة دي يمكن اكتر من مرة بس دايما بتتعاد لانها غاية في الاهمية قلنا قبل كده ان نزلاء الفنادق او رواد الفنادق وخصوصا الاجانب بيحتسوا الخمور باستمرار وبالتالي قبل الاكل بيفضل ان هو يكون واكل لقمة عليها قطعة زبدة تنزل معدته قبل ما ياكل لان من طبيعة الكحول ان هو لو الشخص شارب كحوليات كتير شارب خمور كتير وجي كل مباشرة فبيحصل تقلصات في المعدة ممكن تصل لدرجة التقيق ان هويرجع يعني وبالتالي قطعة التوست مع حتة الزبدة بتعمل غلاف بيغطي جدار المعدة تحمي المعدة من حدوث التقيق او خلافه وبالتالي وجودها ضروري جدا على التربيزة فالمضيف او المضيفة بيتأكد دايما قبل ما الاكل ينزل ان الخبز والزبدة موجودين على التربيزة بعد كده مساعد المضيف اللي هو الباسبوي لسه متكلمين بقى عنه شوية قالك ده بقى بيعمل ايه بيرفع الادوات المستعملة لقسم الاستيورد وبيقوم بتنظيف المناضد من بقايا الطعام تعال بقى نشوف النقطتين دول الراجل المساعد المضيف ده الباسبوي ده بيرفع الادوات المستعملة الى قسم الاستيورد يعني الادوات المستعملة قلنا عليها قبل كده اسمها ايه ديبرساج ماينفعش اقول اطباق متسخة او اطباق اي ان كان اللفظ ماينفعش اقوله لكن اللفظ الفندقي اللي بنقوله على الاطباق الغير نظيفة ديبرساج فبيروح يرفع الديبرساج طبعا العميل مشي خلاص فياما الويتر بيكون رافع الديبرساج على تراي او على ايده بالطريقة العملية المتبعة وبيوصل لحد الكيتشن لحد محطة الستيورد وممكن يدخل بنفسه الويتر او بياخدهم منه مين مساعد المضيف اللي هو الباسبوي طيب بقايا الطعام يعني العميل مشي ام وبينجهز بقى ان احنا نفرش الترابيزة تاني لعميل جاي اخر ففيه بقى حتة عيش وقع على الترابيزة رزاية بقايا طعام وقع كده على المفرش فبيعمل حاجة اسمها كرامبل حاجة اسمها كرامبل اللي هو تنظيف الترابيزة من بقايا الطعام اللي بيقوم بالمهمة دي مين مساعد المضيف اللي هو الباسبوي عندي بعد كده الاستيورد مهمتهم نقل المخلفات وبقايا الطعام الى المكان المخصص لها نقل المخلفات اللي هي الربش ايام سوري اللي هي القمامة الربش مهمتهم نقل لها من مكانها للمكان الرئيسي لنقل المخلفات كل فندق بيبقى ليه زي ابواب خلفية بينزل فيها الربش ده وبيتحط في عربيات كبيرة او بتيجي عربيات كبيرة بتشيلها وبتروح بقى للاماكن المسؤولة عن جامع المخلفات فمهمة الاستيورد دي ده من ضمن مهامهم طب هما بيجوا بس يشيلوا مخلفات بس لا ده مهمة الاستيورد كمان تنظيف المطبخ تنظيف ادوات المطبخ ادوات المطعم لطباق والشيوك اللي اتكل فيها هما بيقوموا بغسلها وتنظيفها عن طريق الديش ديش واشر مكانة غسل لطباق او بيديهم حسب المنشأة لما قلنا قبل كده حوض فيه تلات عيون لو المنشأة صغيرة ولو المنشأة كبيرة بيبقى فيه مكانة الديش واشر للتنظيف دي مهمة الاستيورد بعد كده هندخل على جزئية مهمة جدا وهي كيفية اخذ طلبات المأكلات والمشروبات لقائمة الطعام المقدمة ملخص اسلوب اخذ الطلبات يتقدم رئيس الخدمة الى صاحب الدعوة يقوم بفض الفوطة الصغيرة واعطاها للعميل تعال بقى نشوف مع بعض التخيل ده والشكل ده يكون ازاي يعني ايه صاحب الدعوة اغلب الارواد الفنادق بنلاقي ان فيه شخص لو مثلا رجل اعمال وعزم الموظفين فبتبقى بينه في المعاملة اثناء دخوله من المكان فخلاص بيبان او هو وهو حاجز ببقى عارف ان فلان اسمه كذا ده هو صاحب الدعوة هو اللي عزم الناس او لو مثلا مجموعة اصدقاء برضو باين مين فيهم الليدر اللي هو القائد بتاع الكرو او بتاع المجموعة دي فبيتقدم لي بيروح رئيس الخدمة اللي هو الكابتن بيروح للشخص ده بعد طبعا الترحيب بالترابيزة كلها وبيبتدي يفض الفوطة الفوطة اللي هي الجست نابكن يفضها يعني ايه الفوطة دي بتبقى متطبقة اشكال والاشكال دي المفترض ان انتو بتاخدوها في العمل فالاشكال دي شكل مثلا زي الخيمة او المروحة او التاج او التاج لها اشكال كتير جدا وبيبقى الشكل ده محطوط كده على الطبق فبيقرب من الداعي بابتسامة صباح الخير مساء الخير ايا كان تايم ويبتدي يفض الفوطة دي ويديها للعميل العميل بيبتدي يحطها في رقابته او يحطها على رجليه او يخدها ويركنها مجد ما يستخدمهاش عادي جدا فالمهم ان هو بيفض الفوطة دي ويديها للعميل اللي قاعد بعد كده بيقوم بتقديم قيمة الطعام ثم يتركهم بعض الوقت لدراسة محتوياتها يعني ايه الكلام ده؟ بيقدم القيمة اللي هي المينيو قيمة الطعام بيروح يحطها على الترابيزة كويس؟ وبيبدأ طبعا زي ما قلنا قبل كده بالليدي السيدات اولا فبيقدم القيمة ويبتعد مش يقدم قيمة الطعام ويفضل واقف؟ لا بيبعد بقى عن الترابيزة بس مش بيبعد بيمشي خالص لا بيبعد مسافة تسمح للعميل ان هو ياخد راحته ويقلب في القيمة يقلب صفحاتها كلها يتشاور مع الشخص اللي قاعد معاه سواء رجل او سيدة ويبتدي يشوف هيكلوا ايه يختاروا ايه يختاروا ايه قبل ايه بيديهم مطلق الحرية ان هم يختاروا الاكل بتاعهم بمجرد ما العميل بيقفل قيمة الطعام ويبتدي كده خلاص هيدور عليه يبتدي هو يقرب ويبتدي ياخد الأردر من العميل بعد كده نقاط يجب مراعتها عند اخذ الطلبات معاونة العملاء في اختيار الوجبات كمان الوقوف على بعد مسافة مناسبة عن الماء ده يعني ايه معاونة العملاء في اختيار الوجبات؟ ممكن العميل يكون محتار وهتلاقي العملة دي وهتقابل نوعية من العملة دي كتير يبقى عميل في السايكولوجي كده وهتدرس سايكولوجي ان شاء الله لما اتكلم اتكمل دراسة جامعية في حاجة اسمها سايكولوجية العملاء يعني العميل ايه طباعه؟ في عميل متردد في عميل موسوس في عميل عصبي في عميل غاضب في عميل خائف فيه انواع كتير جدا شخصيات كتير جدا وسلوكيات كتير جدا هتقابلها فوارد تبقى واقف والعميل محتار هو يشاور لك بس مختارش يعني هو يشاور لك انت توقعت ان هو خلاص فتح وهيبتدي يطلب فقولك والله انا محتار انا القايمة بتاعتكم في حاجة كتير جدا اتبش حايف اختار ايه؟ ووارد ان هو يكون مش من مترددين الفنادق هو فجأة كده ربنا رزقه بمبلغ فحب ان هو يبسط نفسه وراح فندق بس هو مش بتعود عالكلام ده فلما فتح قائمة الطعام اتعرض ان فيه اصناف كتير جدا هو مش فاهم اسمائها فمحرج فيقوله الاكل عندكو كتير جدا وحلو بس انا مش عايف اختار ايه؟ هنا انت بتبتدي تقترح على العميل بكل امانة الاصناف اللي فيها مبيعاية عالية ليك وفي نفس الوقت هي هتلاقي نجاح مش ان انت اقترحت عليه فقالك خلاص اوكي انا اكل على زوقك والاكل نزله معجبوش يبقى هنا انت عرضت نفسك لاحراج وموقف مش لطيف فانت دايما وانت شغال اكيد بتبقى عارف ايه الطلبات اللي عليها سحب كتير واللي العميل والعمل كتير بيجوا يطلبوها فبتقدر تساعده في اختيار الوجبة اللي هو محتاجها بعد كده بيقولك تقف على بعد مسافة مناسبة عن الماء ده يعني ما تبقاش واقف بتاخد الوردر التربيزة هيه وحضرتك واقف خابط في التربيزة كده مقرب من العميل جدا اللي هو بصصلك لا ابتعد مسافة مناسبة تكون انت في مواجهة العميل عينيك مركزة مع بق العميل وهو بيتكلم ودانك مركزة معاه مش مع زميلك او مع اي احداث بتدور في المكان علشان مش من الاتيكيت ولا البروتوكول انك تقول للعميل ايه معنى ايه دي ان انت مش سامع ان انت مش مركز معاه فلازم تبقى واقف حاطة تركيزك كله واقف على بعد مسافة مناسبة عن الماء ده نقطع لبعد كده يتقدم رئيس الخدمة لاخذ الطلب ويسأل العميل عن درجة الطهي ويعلمه مدى تجهيز مدى تجهيز الطلب يعني ايه الكلام ده بعد ما خدت الوردر وانا باخد الوردر فاغلب الوردرات في الفنادق وفي المطاعم الفايف ستار والسيفن ستار بتتراوح مدى تجهيزها لخمستاشر دقيقة لكن في بعض الايتمز في بعض المأكلات اللي ممكن تاخد يعني حوالي مثلا عشرين خمسة وعشرين دقيقة زي التشيكن ألاكنج وزي الستيك مشروم وزي البيبا الستيك بيبر سوس الى اخره فيه انواع مأكلات كده بتاخد وقت على النار من تلت ساعة لخمسة وعشرين دقيقة فلازم اعرف العميل هنا ان الوردر داي فاندم هيتأخر او هياخد مدة طهي قد كذا كذلك درجة الطهي يعني ايه درجة الطهي هنلاقي ان العملاء بيختلفوا تابع جنسياتهم في طريقة الاكل يعني احنا هنا في مصر او في الوطن العربي عموما بنحب الاكل مستوي يعني لو اكل لحوم او كده مستوي على الاخر جدا بنحب المشويات جدا صح كده هنلاقي في الدول الغرب فيه ناس بتحب يبقى فيه عرق دم من الاكل اللي هو بيأكله هتستغرب او دا بيحصل وبيطلق عليها رير طريقة التسوية بتاعتها رير اللي هي يعني تميل ان هي نيئة بس هي مش نيئة يعني مش مش تلعت كده حط تطالوها الطبق لا هياخدت درجة التسوية بسيطة جدا عن نار زي تشويح سريع كده عن نار ولكن هي لازال فيها عرق دم فيه اجانب وفيه جنسيات بتاكل الاكل بالطريقة دي فيه بعد كده الميديم اللي هو مستوي نص سوى احنا بنسميه عندنا هنا في مصر نص سوى مستوية اه ولكنها مش مش شادد عليها السوى فيه بقى الولدن المستوية خالص في كل الحاجات دي انا بسأل العميل لو طبعا العميل عربي اكيد هستنتج انه هو ويلدن هيكل الاكل ويلدن وممكن ميديم لكن لو علي الميلي العجنبي هنا مضطر بقى اسأل لانه اكيد هيقول لي رير فبالتالي لازم اسأل عن درجات الطهي اللي العميل اكيد هيحتاجها او اكيد هيطلبها بعد كده يتم تسجيل الطلب في كابتن اردر من اصل وصورة ودي قلناها وقلنا شكل الكابتن اردر بس قالك كمان ضرورة الكتابة بخط واضح لازم الكتابة يكون خطك فيها واضح عشان الاردر ما يحصلش فيه اخطاء اثناء التنفيذ بعد كده القرب من العميل بمسافة مناسبة للاستماع الجيد مع عدم الاستناد على المائدة زي ما قلنا تبقى واقف وقفة مستقيمة مركز مع العميل بتسمع بيقول ايه وما تستندش على الترابيزة بتاعته وانت واقف ارسال صورة من الطلب الى المطبخ عليها الوقت ارسال صورة من الاردر يعني تروح للمطبخ مع الويتر عليها التايم بتاع الاردر ضرورة كتابة رقم المائدة على الاردر الترابيزات كلها في المطعم بتبقى مترقمة وبالتالي لازم اكتب رقم الترابيزة ليه؟ وارد جدا ان في التوقيت اللي الاردر نازل فيه خلاص هو جهز في المطبخ وهينزل على الترابيزة في نفس التوقيت ده رئيس الصف اللي هو الكابتن واقف على ترابيزة تانية بياخد اردر جديد ففي الحالة دي لازم الويتر اللي راح جاب الطبق يكون عارف هو هينزل على ترابيزة رقم كام كويس؟ الشيف يقول له بيكاب يعني ارفع الاردر فبيروح يرفع الاردر ترابيزة رقم كام يا شيف؟ ترابيزة رقم كذا فهو هنا بيروح لو كابتن واقف فبياخد الطلب منه وينزله لو كابتن مشغول بحاجة تانية واقف بياخد اردر تانية على ترابيزة فبيبقى الويتر رايح عارف ان الاردر ده على ترابيزة رقم تسعة ترابيزة رقم عشرة فبيروح ديريكت يقدم الطبق بتاعه للعميل بعد كده يقوم كاتب الحساب كاتب الحساب ده اللي هو الكشار بوضع السعر امام كل طبق يعني بعد ما كتبنا الاردرات والورقة البيضة اللي في الكابتن اردر اللي قلت لك اللي هي الاصل بنروح عشان نحاسب بنقطعها ونديها لكاتب الحساب اللي هو الكشار ويكتب الاسعار بتاعت الاطباق بعد كده عندي فنون البيعة لابد اولا ان يثق العملاء في الشخص القائم بالخدمة ويصف القائم بالخدمة الاطباق المقترحة بطريقة شيقة يعني ايه الكلام ده العميل لازم يكون حاسس بثقة في الشخص القائم بالخدمة من خلال بقى انه هو تعامل معه قبل كده من خلال اسلوب الشخص نفسه انه هو وثق في نفسه وثق في المكان اللي بيشتغل فيه بيعرض الاردرات والطلبات بتاعته بطريقة شيقة عنده ثقة في المكان اللي بيشتغل فيه وعارف انه بيش هيخزله وعارف انه في ظهره في مجموعة من الشفات الطبخين على اعلى مستوى وبالتالي بتصل الثقة دي للعميل يبقى عارف انه هو قاعد في مكان الحاجة اللي هتطلبها هتيجي ستاندر هتيجي زي ما طلبها بالزبط بالتسوية بالتست بالوقت بكل حاجة فلازم ده يصل للعميل عشان يكون مرتاح في التعامل مع الشخص اللي بيبيع ويقدر يتقبل منه اي عروض او اي عرض الاطباق جديدة او ديزرت او خلافه بعد كده يقترح القائم بالخدمة الاصناف التي يرغب في بيعها في اخر البنود المقترحة لتذكر الشخص دائما اخر ما قيل له يعني من فلوني البيع ان انت وانت واقف بالبيع على التربيزة والعميل بيطلب منك اردر تخلي كده بعد ما العميل يطلب تقترح عليه في الاخر الاصناف اللي انت عايز تبيعها والاصناف دي طبعا تكون اصناف جيدة بس هي معروفة ان اسعارها عالي يعني الكوست بتاعها تكلفتها وليلة بس ربحها عالي زي ايجزامبل سريع كده ليك مثلا عصير الليمون الليمون جوز عصير الليمون التكلفة بتاعته عشان يجهز تكلفة ضعيفة جدا لمون سكر مية خلاط خلاص تكلفته مش عالية ومع ذلك بيتباع تحت بندل ايه العصائر الطبيعية والعصائر الطبيعية اصعارها عالية زي المانجا والفراولة والجوافة الفلوريدا الكوكتيل كل حاجات دي اصعارها عالية وبالتالي الليمون بيدخل معاهم مع ان تكلفته ضعيفة وبالتالي لما تبيع اكتر من الحاجات اللي الكوست بتاعها قليل انت كده فنان في البيع تكلفتها قليل وبالتالي انا ربحي فيها عالي فدايما بعرضها على العميل وحاول اعرضها في الاخر عشان دايما البني ادم معروف ان هو اخر حاجة بتتقلو ممكن تكون اخر حاجة هو فاكرها النقطة اللي بعد كده اصناف الحلوة تزيد المبيعات الديزرت بجميع انواعه حلوات شرقية حلوات غربية الاصناف بتاعت الحلوة بتزيد المبيعات عشان كده قالك دايما تعرض الديزرت على العميل بعد ما ينهي الوردر بتاعه طبق اليوم ويقوم القائمين بالخدمة بوصفه لاغراء العملاء طبق اليوم يعني ايه طبق اليوم يعني طبق مش مكتوب جوه قيمة الطعام هو معمول للنهاردة معمول حاجة special order حاجة مختلفة عن اللي موجودة جوه القيمة زي ما شفنا الكرتون بتاع لينجويني بتاع الفارد طباخ فيه طبق جديد اللي هو كان خلطبيطة بالسلسة مثلا ده اسم طبعا عشان كرتون وكده فهو مش موجود عندهم في القيمة ولكن العميل وقتها وهو قاعد قال للشخص اللي بيشتغل اديني اللي الشيف يعمله قل للشيف تقدر تقدم لي ايه هو ده طبق اليوم فنان البيع الشخص اللي فنان في البيع بيقدر يعرض الطبق ده على العميل العميل يكون بيطلب طب انا استأذن حضرتك كده هعرض على حضرتك طبق جديد النهاردة بنقدمه عندنا الطبق ده بيتميز بكذا وكذا وكذا ومكوناته كذا والكوليسترول فيه كذا ونسبة البروتينات فيه كذا والفيتامين فيه كذا وي وي ابتدي اجر ريقه على الطبق هو مش موجود في القيمة يعني خلاص على دمانتك احنا قلنا طبعا في الاول انت قدرت تخليه انه يصق فيك وبالتالي هيصق في اللي انت هتعرضه عليه بس الطبق ده لو ما عجبنيش هل مش حاسب عليه هتلاقي بقى العميل بيهصدر معاك تمام يا فندم تحت امر كويه همك خالص بس انا واسق ان الطبق هيعجب حضرتك انت هنا بيعت الطبق الجديد اللي انت عامله في المكان بعد كده اعداد القهوة ويتم تجهزها في وسط صالة الطعام عن طريق المدير بنفسه مما يشجع العملاء على طلبها الحركة دي بتزود البيع كمان عندي يعني ايه الكلام ده يعني العميل بيبقى قاعد كده بياكل وخلاص في نهاية الاكل فبنلاقي ان فيه طربيزة كده محطوطة في نص المطعم ومدير المطعم بنفسه ببدلته بالشياكته بسنه والاستف حواليه واقف بنفسه بيجهز القهوة بيعمل القهوة بيديه فده يدي شيء من الاحساس بالضيافة قوي ان انا صح يعني اكن ايه صح بالبيت اللي انا قاعد فيه هو اللي قايم بيتبخلي بنفسه او بيجيبلي الحاجة بنفسه ومش عياله مثلا انت بقاعد عند حد كده وتلاقي مثلا انت روحتي عند واحدة صحبتك والدتها بنفسها ومميتها هي اللي جايبالك الاكل تحس كده ان هي ان انت محبوبة في المكان ده فنفس الكلام الايحاق ده بيوصل للعميل مدير المكان بنفسه واقف بيجهز القهوة فده بيخلي الناس تقول ايه تعال ان شوف بقى المدير نفسه بيعملها ازاي فده طبعا حركة بتزود المبيعات بتاعة المكان نقطة اللي بعد كده طرق ترويج الحلوة اللي هي الديزرت تعرض المطاعم الحلوة بطريقة جزابة عن طريق بوفيه الحلوة تمام؟ وفي طريقة تانية يحضر القائم بالخدمة الصينية عليها متنوعات من الحلوة ويعرضها على العملاء يعني الحلوة اللي هي قولنا حلوات شرقية او حلوات غربية بمختلف مسمياتها بتتعرض بطريقتين يا اما بوفيه بيتعامل بوفيه كده صغير طربيزة وبتترصد ديزرت الحلويات عليها زي ما بنشوف النهاردة كده في الاسواق تلاقي كده الجماعة الايه السوريين عملوا حطين طربيزة وحطين عليها ايه الحلوة السورية وحطينها بشكل كده خليك انت تقف ايه تتفرق كده شكلها ملفت فنفس الحركة دي بتحصل في الفنادق يرصد ديزرت الحلويات بشكل ملفت للنظر يبقى العميل قاعد بياكل الاكل الاساسي بتاعه ويعني راحت على الايه على الترويزة دي شكلها حل وعليها معروضات حل وبعد ما ناكل نطلب من الحلويات دي تمام او ان هو بيرص بعض اصناف الحلوة على صنية صنية تقديم سرفيز كبير كده برضو بطريقة شيقة وبيبتدي يشيلها على ايده ويدي اليمين وراه ظهره ويبتدي يلف في نهاية الوجبات على العملة وباتثامه ويعرض السرفيز في ايده ده لو فيه حاجة عجب العميل هيبتدي ان هو ياخدها وتنزل في الشيك بتاعه او الحساب بتاعه النقطة اللي بعد كده اخذ طلبات المشروبات بيقولك اعرف دايما كمية الكحول التي يتم استهلكها من قبل عملائك ولا تقترح الكحول عند ملاحظة ان العميل سكران يعني ايه الكلام ده ده بتشغل في فوند وفايف ستار والعمل اللي قاعدين عندك انت عارفهم هم قدام بتتعامل معهم مرة واثنين وثلاثة قبل كده فعارف هم بيستهلكوا قد ايه دايما من الكحول فتبقى دايما حافظ النقطة دي لانها تفرق معاك في عدم الاستهلاك الزائد عن اللزوم عشان ما يحصلش عملية دوخة للعميل ويبطر ان هو يغمى عليه على الترابيزة مش يغمى عليه يعني اللي هو خلاص بقى يحط رأسه على الترابيزة لان المكان اولا واخيرا مش بار او مش مكان بتاع خمور فقط يعني ده بار بقى وخمور وديسكو بتاع فعادي بقى لو نمع على الترابيزة وطبعا اصلا فيه تكات كده بتحصل عشان تقدر تفوق العميل ولكن انت في مطعم اه فيه خمور بتتقدم ولكن دايما اعرف العميل بتاعك بيستهلك قد ايه عشان بكل الشيكة اه لا يا فنم كده حضرتك استنفذت الكمية بتاعت حضرتك خوفا على صحتك الى اخره من الكلام او تبتدي تلاقيه خلاص لو هيتلب تاني طب استأذن حضرتك بس عشان يعني الشيك التغيير الشافت تحاول ان انت تمنعه ان هو يستهلك خمور اكتر من كده علشان ما يسبب لكشف مشكلة جوه المكان كذلك لو العميل اصلا سكران ما تعرضش عليه الخمور يعني العميل قاعد اصلا انت شايفه هو كان شارب برا في اي مكان برا وجيه عشان ياكل عندك فانت ما تقترحش عليه الخمور بس هتقول لي طب افرد هو طلبها خلاص ما ينفعش انك تقول للعميل لا ولكن انت ما بيعهاش ما تقولش بقى لا انا بيعحل واوي فانا لا هو اصلا سكران فما تعرضش عليه الخمور النقطة اللي بعد كده اقترح دائما على العميل اثناء تقديم الغداء والعشاء ان يبدأ وجبته بكوكتيل او مقبلات ده من انواع البيع برضو يعني هو هيتغدأ او يتعشى فاغلب دايما بلا كده اتكلمنا عن طريقة الاكل الصحي ان دايما الواحد يأكل يعني يشرب عصير او يأكل فكهة قبل الاكل وده خد بالك احنا للأسف يعني عادتنا وتقاليدنا ما عاودتناش على كده احنا طول عمرنا متعودين ان احنا نعود على الصفرة او على الطبلية نأكل الاكل عادي خالص وبعد كده نأكل الفكهة مع ان القرآن الكريم بيقول وبسم الله الرحمن الرحيم وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون يعني القرآن نفسه قدم الفكهة على الاكل يعني الفكهة الاول لما نيجي نتشوف الناس بتوع الجم وبتوع اليقنة البدنية يقولك انت هتاكل كل فكهة الاول مش بعد ما تخلص اكل الفكهة فيها عناصر غذائية عالية جدا 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 وفي نفس الوقت هتعمل عملية اشباع جزئي لمعدتي هتخليني منزلش بقى بشراسة وشراها جمدة جدا على الاكل اللي بقى فيه زيوت وفيه دهون وفيه كربوهيدرات وفيه نشويات الى اخره هتخليني قليل على الاكل ده شوية وبالتالي احافظ على جسمي من الفاتنج اللي هو ما تخنش ويبقى يحصل تهدلات في الجسم وبالتالي دايما نقترح على العميل الجزئية دي نوع من انواع المشروبات الطبيعية العصير الفرش قبل الاكل او قبل الوجبة بتاعته بعد كده اقترح دائما على العميل عند تقديم الافطار تناول القهوة والعصير فور جلسهم في الافطار دايما حتى احنا تلاقينا دايما على الفطار نحب الشاي بلبن نسكافيه دايما فدايما انت كمان اقترح على العميل ده العميل ممكن ينزل من الغرفة بتاعته او يجيلك المطعم لو المطعم مش يعني مش جوه فندق فيطلب الاكل على طول او فطار على طول تحب يا فندم تشرب قهوة مع الفطار نسكافيه مع الفطار تعرض عليه الحاجة دي دي برضو بتعلي الشاك بتاعك وتبقى انت كده بتتقن في دون البيع النقطة اللي بعد كده بتقول يجب معرفة المشروبات المتوفرة وكيفية خدمتها يعني لازم ابقى عارف الدرينك اللي عندي ايه ايه انواع المشروبات وحفظها كويس جدا وكيفية خدمتها يعني بتتقدم ازاي او طريق تقدمها ازاي هل بينزل معها سايد هو فيه مشروب بينزل معها سايد اه طبعا يعني بعض القهوة الاسبريسو ولا الكابتشينو ولا حاجات دي بينزل معها قطعة كيك صغيرة قطعة شوكولت صغيرة دي اسمها خدمة المشروب نفسه لو مثلا قهوة فرنساوي فبتنزل اللابن سابرت اللابن لوحده والسكر لوحده والنسكافيل لوحده فالعميل بيقعد بقى ايه يحط الحاجات دي مع نفسه هو قاعد دي طريقة خدمة للمشروب فانت لازم تبقى عارف المشروبات اللي عندك وطريقة خدمتها ازاي كمان فحص السن القانوني لمستهلك الكحول النقطة دي مهمة جدا فحص السن القانوني لمستهلك الكحول يعني تاخد بالك جدا من السن اللي قاعد قدامك ولد صغير 14 سنة 15 سنة 16 سنة ما ينفعش ان هو يستهلك الكحول يقولك ده انت ديك الاحقية ان انت تطلب بطاقته ادارة المكان تطلب بطاقة الشخص ده لو شكله صغير سنه صغير وطالب خمور ممنوع فانا انا عذف ازاي انا لا ينفعش لا ينفعش لانك هنا بتعرض نفسك لمسألة قانونية والمشاكل كبيرة جدا فتفحص السن القانوني وتتأكد ان الشخص اللي قدامك سنه يتجاوز الـ 18 سنة ويقدر ان هو يستهلك الخمور او الكحوليات بعد كده عندي انواع قوائم الطعام والقواعد العامة لصياغتها ما هي قوائم الطعام ايه هي قايمة الطعام هي وثيقة كتابية تتضمن عرض واضح لتقديم الاطباق ومكوناتها وتتميز بحثن تصميمها يعني قوائم الطعام عبارة عن وثيقة كتابية مجلد مكتوف فيه الاصناف اللي موجودة ولازم يكون المجلد ده شكله شيء جدا السور اللي معروضة فيه للأكل يكون سور شكله شيء جدا ويكون متابقة للواقع الانواع الرئيسية لقوائم الطعام عندي تأثيمة على نوع المكان مثلا فبعمل قائمة طعام للكافيترية المكان عندي فيه كافيترية فيه غرف فيه مطعم رئيسي فكل مكان وليه قائمة مختلفة ممكن وفيه بعض الفنادق اللي بتعمل قائمة واحدة للتلات اماكن قائمة الطعام اللي في الكافيترية هي هي اللي في المطعم هي هي اللي في خدمة الغرف بس الصحة والأفضل والأشيك إن أنا بعمل قيمة طعام خاصة بالكافيترية ووحدة خاصة للغرف ووحدة خاصة للمطعم ممكن أقسمها على أساس الوجبات أعمل قيمة طعام للفطار بس وقيمة طعام للغدى بس وقيمة طعام للعشاء فقط ممكن أقسمها من حيث الثبات والتغيير أعمل قائمة ثبتة أو أعمل قائمة دورية يعني إيه قائمة ثبتة؟ يعني قائمة شغالة معايا طوال العام أي وقت العميل ييجي في الصيف في الشتاء في أي شهر في أي وقت دي قائمة بتاعتنا لكن القائمة الدورية هنلاقيها بتتغير كل فترة كل ثلاث شهور كل ستة شهور ممكن كل شهر بتتغير يعني بيحصل تبديل للأصناف اللي موجودة في القائمة علشان ما يحصلش زي ملل إن العميل يحس بملل من الأكل المعروض عندي بعد كده تأسيم على أساس الأسعار قيمة طعام ألكرت أو قيمة طعام محددة يعني إيه الكلام ده وإيه الفرق بين الألكرت وبين المحددة الألكرت اللي هي القائمة اللي احنا عارفينها اللي احنا لسه متكلمين عنها شوية اللي هي بفتحها كده ويلاقي فيها صفحات مكتوف فيها الأردارات الأكل اللي أنا هطلبه اللي هي بتبدأ بالشرب وبعد كده السلطات والمكارونات وبعد كده اللحوم والأسماك والفراخ وفي الآخر خالص الحلويات والمشروبات صح كده دي اسمها ألكرت بفتح أنا الصنف اللي أنا عايزه بالسعر بتاعه كل صنف ولو طريقة معينة في التجهيز وفي السعر لكن عندي حاجة اسمها قيمة محددة دي بتبقى محددة في الكم وفي الوقت وفي السعر وده هنلاقيه في المطاعم السياحية اللي بينزل فيها أفواج سياحية بتكون شركة السياحة متفقة مع المطعم اللي الفوج هينزل فيه إن الفوج بتاعنا ده هياخدوا مثلا هم خمسين هياخدوا مثلا خمسين ماكسجرال خمسين تشيكن باني خمسين اسكالوب باني فبيبقى كله نظام أكل واحد نزل للناس كلها نفس الكمية في الأطباق نفس الأسعار نفس الوقت اللي هيعودوا يأكلوا فيه هنلاقي إن الطريقة دي كمان بنلاقيها في الأفراح لم روحت حفلة أو فرح وأعدت كده علشان تحضر الفرح ده فمجرد ما بيبدأ الأكل بنلاقي كل الأكل اللي نازل نازل نفس الشكل أنا بأكل زي اللي جنبي زي اللي جنبي إلى أخير ودي اسمها القايمة المحددة عندي قائمة طعام الكافيتاريا قائمة تصلح لجميع الأوقات وقائمة الوجبات المحددة يعني قائمة تصلح لجميع الأوقات يعني أقدر أستخدمها في أي وقت قائمة الكافيتاريا دي اللي هي تصلح لجميع الأوقات يعني في أي وقت هلاقي الحاجة اللي أنا طالبها دي معروضة لكن في قائمة وجبات محددة يعني بلاقي أصناف محددة بس هي اللي بلاقيها جوة الكافيتاريا أو جوة الكافيه مش كل الأصناف اللي عندي قيمة خدمة الغرف يأما بتبقى نفس قيمة المطعم يأما قائمة خاصة قيمة البوفي بيبقى عندي قيمة للفطار أو للغداء أو للعشاء أو نظام خاص للبوفي اللي هو الحفلة العوامل التي تراعى لإعداد البوفي التكلفة الكليا للحفل ومدى شهرة الأصناف والمعدات اللازمة للخدمة علشان أعمل البوفي ناجح لازم أعرف هو هيكلف قد إيه عشان أعرف شوف أنا أحط أصناف إيه عندي الأصناف ومدى شهرتها والناس عارفة الأصناف المعروضة دي ولا لأ والأدوات اللي أنا بشغلها على البوفي قيمة الطعام لها تكونات لازم يستمد الإنسان قوته من نوع الغداء المحطوط وبالتالي لازم يكون فيه عناصر غذائية رئيسية يجب أن تتوافر في تركيب الوجبات يعني الأكل المعروضة عندي في قيمة الطعام لازم يكون فيه جميع العناصر الغذائية عشان تعمل قيمة الطعام ممتازة جمال التصميم وتوصيف الوجبات استهلاك المواد الموجودة بالمخزن أولا يعني لما يكون عندك حاجات أصناف لسه جاية جديدة لازم تستخدم اللي عندك في المخزن الأول ما تسيبش اللي في المخزن وتستخدم الجديد لا تستخدم اللي في المخزن أول بأول مراعاة مواسم المأكلات والعصائر يعني دايما تعرض في القيمة بتاعتك الحاجات المتبقة أن هي موجودة في السوق يفضل العميل دايما اللي بيستخدم الفنادق الفايف ستار والسيفن ستار أنه ما يحبش الحاجات أو الأكل الأكلات المجمدة أو المحفوظة أو كلام ده كله عدم تعريض المصطلحات الأجنبية يعني بلاش يبقى فيه مصطلح أجنبي وتكتبه بالعربي زي ما قول مثلا أشتري لها طفاية بلاش اكتبها طفاية ده اسمه تعريب لا تكتب بمصطلحها الأجنبي المعروف تجنب اختيار عدد كبير من الأصناف التي تحتاج لوقت ومجهود دايما وانت بتعمل قايمة طعام حاول تبعد عن الأكل اللي بياخد منك وقت وبياخد منك مجهود في المطبخ دايما اختار الأكلات اللي يكون تجهزة سهلة وسريعة على الشفاة أو على الطبخين الالتزام بما يكتب في القائمة يعني الموجود عندي لازم ألتزم به وأقول أنه موجود يبقى موجود تتجه معظم شعوب العالم إلى الإقبال على تناول الأطعام القليلة الدسم فلابد من مراعاة ذلك في القائمة يعني كل الناس النهاردة على مستوى العالم بقت تحب تخفض نسبة الكوليسترول في أكلها فلازم أراعي الجزئية دي دايما تراعي ظهور الأصناف على القائمة تكون في تناسق يعني ما ينفعش أقدم السمك الساخن كطبق بداية السمك الساخن ده أكل ساخن فلما أقدم طبق بداية يكون بارد يكون حاجة بردة ما أقدمش حاجة سخنة كطبق بداية عدم تكرار طريقة الطهي في طبقين متتاليين يعني في طريقة تسوية معينة وبقدم طبقين وراء بعض ما تبقاش نفس طريقة التسوية لازم أغير في طريقة الطهي مراعاة عدم تكرار طريقة التجميل في قائمة الطعام يعني في طريقة معينة بجمل بها الطبق ماكررش نفس الطريقة في الإطباء التانية يجب ظهور الأصناف التي يشتهر بها الفندق على القائمة بعد كده طرق الخدمة المتبعة في تقديم المأكلات والمشروبات واللي بتندرك تحت أربع أنواع وهي النوع الخدمة الإنجليزية والفرنسية والروسية والأمريكية كلمنا النهاردة في حلقتنا عن استكمال الهيكل الوظيفي لإدارة الأغذية والمشروبات اتكلمنا عن كيفية أغذى طلبات المأكلات وكيفية أغذى طلبات المشروبات اتكلمنا كمان عن أنواع القوائم وأشكالها وطريقة صياغتها وكيفية ظهور المأكلات والمشروبات على القائمة مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق وإلى اللقاء